إذن روسيا تعزز قواتها في سوريا عبر إرسال المزيد إلى القامشلي في جسر جوي من الطائرات وسائل أعلام روسية كشفت عن وصول قوات تابعة لفرقة المظليين التابعة للجيش الروسي إلى شمال شرق سوريا التابعة للجيش الروسي إذن إلى الشمال الشرقي السوري وكانت أجواء المنطقة قد شهدت نشاطا جويا من خلال هبوط طائرة نقل عسكرية أقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي مصادر خاصة روسية أفادت بأن وصول هذه القوات يهدف لمواجهة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي أعلنت سابقا عن إطلاق عملية عسكرية شمال سوريا كما يتزامن وصول القوات الروسية الإضافية مع تصريحات متتالية للقيادة التركية بشن عملية عسكرية ضد مواقع سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا تظهر هذه الصور وصول مئات الجنود الروس إلى مطار القامشلي شمال شرقي سوريا وهو انتشار يمثل آخر حلقات التصعيد بين موسكو وأنقرة تصعيد وفقا لوسائل إعلام روسية يهدف إلانية موسكو وقف أي هجوم على الشمال السوري من قبل تركيا أو الفصائل المدعومة منها انتشار ليس الأول من نوعه لكنه الأضخم فوفقا لمصادر روسية نشرت موسكو خمسمائة مقاتل يتبعون جميعهم لفرقة المظليين التي تعد سلاح النخبة في الجيش الروسي خطوة قلل وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو من أهميتها مشيرا إلى أن بلاده لا تتوقع أن تعيق روسيا عملياتها العسكرية رغم وجود خلافات ومؤكدا على مواصلة مهمة تركيا في الرد على أي تهديد أمني كما طالب شاووش أوغلو بإخراج من وصفهم بالإرهابيين من سوريا محذرا من أن أنقرة لن تتوانى في القضاء على أي تهديد من الجانب السوري أوغلو طالب موسكو وواشنطن الالتزام بتعهداتهما بشأن إخراج الإرهابيين من سوريا ووقف التهديدات الأمنية الخلاف الأخير بين أنقرة وموسكو ظهر جليا بعد بدء الحرب الأوكرانية حيث قامت تركيا بتزويد كييف بأسلحة ثقيلة خاصة المسيرات من نوع بيرقدار كما شهدت العلاقات بين الجانبين تصعيدا في أبريل الماضي حين منعت أنقرة الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا من عبور المجال الجوي التركي تركيا قامت أيضا بإيقاف سفينة حبوب الروسية في البسفور بحجة أنها تحمل حبوبا مسروقة من أوكرانيا خطوة يستبعد محللون أن تؤدي لحدوث صدام مباشر بين موسكو وأنقرة لكنها بالتأكيد قد تفلح بإعاقة هجوم تركي تعد له أنقرة منذ أشهر وتقول إنه قد يبدأ خلال عطلة عيد الأضحى الأسبوع القادم جاسم محسن العربية التحركات الروسية وأيضا الإيرانية الأخيرة في المنطقة دفعت الولايات المتحدة للرد القائد العسكري الجديد للقيادة المركزية الأمريكية تحدث عن التفكير في كيفية الردع دون إثارة صراع موسع لذلك التقى الجنرار مايكل كوريلا أواخر يونيو بعناصر من القوات الخاصة والمتدربين الأجانب بقاعدة التنفي شرق سوريا وقال كوريلا أن الروس سيدغطون من أجل إعادة رسم بعض الخطوط الحمراء لكنه نوها إلى أن واشنطن لا تريد بدء نزاع مع روسيا ومع هذا أكد أن قوات بلاده ستدافع عن نفسها ولن تتردد في الرد قائد القيادة المركزية عز التحركات الروسية الأخيرة إلى العقيد أليكساندر تشايكو الذي عاد إلى الشرق الأوسط بعد فترة توقف فيها عن قيادة القوات الروسية في أوكرانيا واعتبر أن تشايكو يسعى لفرض نفسه كوريلا ضرب مثالا على هجوم مقاتلات روسية على قاعدة تابعة للمعارضة السورية في التنف وحينها أبلغ مسؤولون عسكريون روس الأمريكيين بنيتهم الهجوم قبل 35 دقيقة من بدءه الشهر الماضي شهد أيضا حالة متعددة لما وصفه مسؤولون عسكريون أمريكيون بالأفعال الاستفزازية أو التصعيدية من جانب روسيا وإيران فبالإضافة إلى هجوم التنف أشاروا إلى أنهم وثقوا قيام طائرات روسية بتهديد طائرات عسكرية أمريكية فوق سوريا إلا أن القيادة المركزية رفضت تقديم المزيد من التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر